السلام عليكم راح اشرح العام برنامج الباوربوينت للاختبار النهائي لمقرر تصميم برمجيات وانتاجها ED431 المطلوب افتح برنامج باوربوينت فتحنا في الشريحة الاولى اكتب عبارة الجامعة العربية المفتوحة بضغط وبكتب الجامعة العربية المفتوحة الجامعة العربية المفتوحة ادرج من الملف المرفق شعار الجامعة العربية المفتوحة فبروح على insert picture اختار شعار الجامعة وinsert حطينا الشعار ممكن احنا نحركه في المكان اللي نبغى ادرج على الشعار رابط تشعبي من موقع ادارة التعلم فبوقف على الشعار وبعدين بروح على insert لازم يكون هو المحدد فبضغط على insert وبعدين اختار hyperlink او url خلينا نروح على action بوقف عليه وروح على action نفس الطريقة اللي تعلمناها واختار hyperlink to اضغط عليها ومن option رح اختار url ويأحط الموقع اللي هو طالبنا اللي هو e-learn dot e-o-u dot e-d-u dot g-o وي اوكي وبعدين اوكي وعلى نفس الشريحة اكتب اسمك ورقمك الجامعي فباجي هنا وبكتب اسمي هالا ورقمي الجامعي الرقم اللي انا ابغى في الشريحة الثانية بدرج الشريحة ثانية من عن طريق الضغط على new slide ادرج صورتين من الصور المتوفرة في الملف المرفق وكتب تعليق مناسب تحت كل صورة فبروح على insert picture اختار الصورة الاولى اللي ابغاها نفس الشيء insert picture واروح على الصورة الثانية وinsert الثنتين بيكون موجودين اصغرهم او اغير من حجمهم احركهم في المكان اللي انا ابغى يبغى تعليق من تحتهم فراح احط مربع نص من اسفلهم من insert text box واحط مربع واكتب هنا مثلا word واحد وبجي بنفس الطريقة insert text box واحط ارسم المربع من تحت الصورة واكتب word اثنين المطلوب اللي بعدها ادرج حركة مخصصة على كل صورة من الصور في الشريحة الثانية بوقف على الصورة الحركة المخصصة فهي راح تكون الانيميشن فبضغط على الانيميشن واختار الانيميشن اللي ابغاه نفسي الطريقة بضغط على الصورة الثانية واختار نوع التأثير او الانيميشن المطلوب اللي بعدها في الشريحة الثالثة ادرج فيديو من الملف المرفق واجعل خلفية الشريحة صفرة بروح على هوم نيو سلايد بتندرج يبغاها صفرة فبروح على او يبغى اول شيء طلب فيديو فبروح على انسرت اي شيء يبغاني ادرجه بروح على الانسرت بعدين على حسب المطلوب يبغاها فيديو فعندي هنا في الميديا عندي فيديو اضغط على كلمة فيديو اختار فيديو اختار الفيديو اللي انا ابغى فرضا دا ويبغى الخلفية صفرة فبروح على الديزاين لسه استنى الفيديو تم جلبه الى السلايدز فبروح على انسرت فيديو ووركوفلاين عشان انا عندي لازم نستنى يحط الفيديو كامل نستنى if you cancel the media will not be inserted بعد ما جاء الفيديو اجعل خلفية الشريحة صفرة فبروح على ديزاين واختار format background واختار اللون solid fill اختار اللون color اللون الاصفر وي apply اختار اللون اصفر و مطلوب اللي بعده في الشريحة الرابعة فبروح على home واختار new slide بتندرج الشريحة الرابعة ادرج صوتا من الملف المرفق فبروح نفس الشيء على insert وعندي هالمرة audio اضغط عليه audio on my pc اختار الصوت وinsert اجعل خلفية الشريحة خضراء بنفس الطريقة من الديزاين الديزاين فورمات background اختار اللون الاخضر المطلوب اللي بعده في الشريحة الخامسة اكتب عبارة النهاية باستخدام word art فبروح على home ادرج اول شيء الشريحة من new slide حطيت الشريحة الخامسة يبغاني اكتبها بword art فبروح على insert word art اختار style واكتب الكلمة اللي هو يبغاها اللي هي النهاية بعدين ادرج اضرار التنقل التلقاء التالي السابق الصفحة الرئيسية على جميع الشرائح فبروح على الاولى وبحط هنا اول شيء insert shape بختار الشكل بحطه واكتب عليه اللي هي edit text واختار هنا التالي مثلا وبحط عليه link اوقف على الشكل واروح على insert action واختار hyperlink 2 وهنا اختار next slide او ايوه هذه هي next slide لانها التالي واوكي انسخ الشكل عن طريق edit من الhome عندي هنا copy وبعدين اضغط مرة ثانية based بحرك واغير الكلمة الى الاولى او الرئيسية الصفحة الرئيسية بعدين بروح على الانسرت الاكشن وهالمرة رح اختار hyperlink 2 من القائمة رح اختار الفيرست سلايد وي اوكي وبعدين اللي بعدها اللي هي السابق بنصط طريقة بنسخ الشكل اوقف عليه اروح على الhome اختار copy نسخ بعدين based يلا ساق الشكل اسحب اغير مكان واكتب الكلمة اللي هي السابق اضللها واختار وغير اللينك حقها فوقف عليها واروح على insert واختار بعدين action الى hyperlink 2 هالمرة رح اختار previous slide اللي هي السابقة واوكي باقي اني انسخم على الكل فبرح احدد الثلاثة سوا اضغط على الاول اضغط على control من الكيبورد بلاحظ اني لما اروح على الشكل الثاني رح يكون شكل السهم عندي زائد احدد ونفس الشيء اروح على الثالث واحدد بعدين بروح على home وcopy نازم يكون الثلاثة محددين واروح على home copy اروح على الشريح الثاني واختار based اروح على الشريح الثالث وbased اروح على الرابعة وbased والخامسة وbased بعدين احفظ الملف باسم q1 فبروح على file save as واحط الفايل بالاسم اللي هو يبغاه اللي هو q1 و save وبكذا نكون خلصنا من الpowerpoint الخلص